يلا هو سألعك انا يام سألكل جدا هننرضى في الكوسر في ديناميت حول المكان دا وردوني متخصص في والبورجر وطبعا انت بتصارعها بها فين بها هو اللي بيصاره على الكاميرا يلا 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 بينا اول ما تخش المكان هتلاقي باركود هتعمل له اسكان هيزهر لك المينو على الواتساب اختار منه اللي انت عايزه والمينو كان فيه حيات كتير قوي بس انا وبها اختارنا سندوتشين بس وهنا الفيو بتاع المكان كان رائع خالص والدكور بتاعه كان تحفة وللعلم المكان عنده خمصوشة فرع في الأردن وعنده فرع واحد في مصر وغردقه في الكوسر والمكان عنده اوبن اريا للناس اللي بتحب الاعداد ناو وجينا بقى الوقت الدلع وهنا حرفين منظر السندوتشات تفتح النفس السندوتشتها عبارة برهي اللحمة وجيبنا شيدر وبس المكرمل وده السوس بتاع المكان والسندوتش ده عبارة عن صدور فراخ وجيبنا شيدر وخضار والسوس بتاع المكان والسندوتش ده يجدعان حرفين عملاق وعشان نسلك المسائل ونزبط الدنيا طلبنا بطاطس على السوس الشيدر وانا هنا طلبت السماش بورجر وانتو عارفين ان السماش بورجر عبارة عن لحم عليها فلفل ومالح بدون اي اضافات تانية وهنا كان طعم اللحم واضح جدا وانا ممكن نروح للمكان ده تانى عشان اجرب السندوتش ده والحلوة في المكان انو العش كان فريش وشبه الاسفنج والسندوتش ده حرفيا روعة وقاح العاية في البطاطس كانت سخنة مع ميكس الجبن كانت روعة وهنا البطاطس كانت جايه حجمية كبير مش كالعادة وكان جايه سخنة بس السوس الشيدر ما كانش واضح فيه وهوبا يلا نخش على العملاء هزولك جدعان حرفين السندوتش ده مليان فراخ وعايز واحد اكيد ده غير كمية الصصات اللي فيه السندوتش ده جامل هنسحكم لما تروح المكان تجربوه المكان بالتحديد متفرع من شارع مترو خلف كافيكس كده امان بزار ايجيك رابط وبس كده وشكرا ان انت بتسمع الفيديو لحد دلوقتي كان معاكم ايمن وبهان وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد